أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وأرحب بالأستاذ حيدر المكاشف أهلا ومرحب بك أستاذ حيدر مرحب أستاذ حسام المكري ومرحب بالمشاهدة الكريم اليوم عدد من المواضيع ومن صحف متنوعة نبدأها بصحيفة الرأي العام أستاذ حيدر وفد اقتصادي يبدأ لقاءات في واشنطن لإكمال رفع العقوبات وفي تفاصيل هذا الخبر من صحيفة الرأي العام بحث وزير المالية ونائب محافظ بنك السودان ووكيل المالية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وإدارة التعاون الدولي البريطانية الدور المرتقب لبريطانيا في دعم جهود سودان لإكمال ملف رفع العقوبات الاقتصادية ورفع اسمه من قائمة الدول الرائعة للإرهاب وقدم الوزير خلال الاجتماع تنويرا عن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سودان ودوره فيما يخص الهجرة غير الشرعية بالاعتماد على موارده الذاتية دون أي دعم دولي هل تتوقع أن تحقق سيد حيدر هذه الاجتماعات أي اختراق بشأن قضايا ديون السودان أو العقوبات الاقتصادية أو رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب أولا فيما يخص الإلغاء الكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الأمريكا على السودان هناك شواهد عديدة تشير إلى أن الأمور تمضي باتجاه الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية عدة شواهد يعني منها اللقاءات والذيارات المتبادلة بين القيادات الأمنية والاستخباراتية بين البلدين ومنها الوفود والذيارات المتبادلة بين الجانبين الأمريكي والسوداني ومنها ذيارة رئيس المجلس الوطني ووفده إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من ذيارات مختلفة من هنا وهناك بالإضافة إلى ذلك كان هناك اجتماع على درجة من الأهمية تم بين القائم بالأعمال الأمريكي ستيفان كوتسيس مع وزير المالية السوداني بدر الدين محمود وفي هذا الاجتماع القائم بالأعمال الأمريكي يعني عبر عن إشادته بجهود الإصلاح الاقتصادي الماضية وعن التطور المشهود في المجال الأمني ومن جانبه وزير المالية السوداني يعني دعا المجتمع الدولي عبر القائم بالأعمال الأمريكي إلى دعم جهود السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير العلاقات الخارجية ودعا المجتمع الدولي أيضا للمساعدة في إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي وإدماج أيضا البنوك النظام المصرفي السوداني في نظيره العالمي والاجتماع ده أيضا بحث الترتيبات والتحطيرات لاجتماع ما يسمى اجتماعات الربيع التي استعقد في الولايات المتحدة وأيضا ناقش الاجتماع أو تفاكره حول ترتيب لقاءات مع مؤسسات برايتون وودز اللي هي البنك الدولي صندوق النقد الدولي والتفاكر حول التطورات والإصلاحات الاقتصادية الماضية في السودان وكذلك ترتيب لقاءات مع الأوفاك وزارة الخزانة الأمريكية وزارة التجارة الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الأشياء الاقتصادي في السودان وأهمها الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية فكل الدلائل تشير في أن الأمور تمضي باتجاه الرفع الكلي للعقوبات هذا من حيث الظاهر ما يبدو من التحرقات ومن اللقاءات المتبادلة التي تمت من جانب أخر جانب الديون من جانب الديون صحيح أن بريطانيا وعلى لسان وزير الخارجية مايكل أرون يعني أعلن عن عزم بريطانيا لمساعدة السودان وتقديم العون الفني الذي يمكنه ويساعده في الحصول على إعفاء لديونه وأيضا كان التقى بوزير الدولة بالمالية السوداني مجدي تداول حول هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك أيضا التقى وكيلي وزارتي الخارجية بين البلدين وكيل وزير وكيل خارجية السودان ووكيل خارجية بريطانيا أيضا حول ملف إعفاء السودان من الديون ولكن هي مجرد مساعي من الجانب البريطاني لمساعدة السودان من نواحي فنية وإعداده فنيا ومساعدته في كيف يمكن أن يقدم نفسه بالطريقة التي تعينه على الإعفاء من الديون هي مجرد مساعدات يقوم بها الجانب السوداني لكن دعني أقول لك أن السودان من قبل فشل في الحصول على مبادرة الهيبك مبادرة الهيبك هي مبادرة إعفاء الديون ولم يحصل عليها السودان وكان مبرر الدائنين في أن السودان لم يستوفي الشروط التي تعطيه الحق في التمتع بحق الإعفاء من الديون ومن هذه الشروط قيل ملف حقوق الإنسان أنه يحتاج إلى تحسين ماذا للملف حقوق الإنسان في السودان ومسألة الرياض إلى آخره نعم لا نريد أن نبعد عن بريطانيا هناك أيضا رهان على أن بريطانيا يمكن أن تقوم بدور كبير جدا في رفع اسم السودان من قيمة الدول الرائعة للرهاب هل يمكن أن فعلا تلعب هذا الدور بريطانيا الآن؟ نعم يمكن وموضوع يعني إعفاء بالذات الديون الأمريكية إعفاء الديون الأمريكية على السودان مرتبط بوجوده في قائمة الدول الرائعة للإرهاب فإذا ما تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب تلقائيا يمكن أن ترفع أمريكا أو تعفو ديونها على السودان لكن أكبر الدائنين للسودان ليست أمريكا أكبر الدائنين هو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس وبنك التنمية الإسلامي بالإضافة إلى صنادق أخرى عربية وإفريقية ودول أخرى فأكبر الدائنين ليست أمريكا هي أكبر الدائنين وديون السودان الخارجية تبلغ 47 مليار 47 مليار دي بأصل الدين وفوائده يعني أصل الدين دائما أقل من ذلك ولكن بفوائده يبلغ الآن 47 مليار دولار أمريكي سيد حيدر هل تتفق مع عدد كبير من المراقبين الذين يتحدثون الآن على أن وزارة المالية تضع أهمية كبيرة جدا الآن في الوقت الراهن لمسألة رفع العقوبات الاقتصادية الكلية عن السودان ورفع الأول السودان من قائمة الدول الراعي الإرهاب ولكنها لم تضع خطط مستقبلية لما بعد رفع العقوبات الكلية على السودان صحيح صحيح هذا صحيح وأتفق مع من ذابوا إلى هذا الرأي إذ أن المطلوب لكي يستفيد السودان الاستفادة القصوى والمسلى من رفع العقوبات الاقتصادية على السودان أن يعد نفسه جيدا بأن يعد إجراءات اقتصادية حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية على بنية الاقتصاد بالإضافة إلى أن موضوع الصراعات والحروبات القائمة أيضا يعني لا بد من وقفها وإقرار السلام هذا أيضا يساعد بدرجة كبيرة جدا فعلى هذا المستوى يعني ما زال الأمر يحتاج إلى مزيد رؤية مستقبلية نعم رؤية مختلفة رؤية مستقبلية وليس رؤية مستقبلية وعلى ثلاثة مديات يعني مدى قصير ومدى متوسط ومدى طويل لأنه يعني لا يمكن أن تتوقع أن رفع العقوبات بين يوم وليلة يكون مؤثر نعم ستأثيره يكون واضح بين يوم وليلة المسألة تحتاج إلى وقت ولدينا تجارب إيران وكوريا في إيران وكوريا أيضا عندما رفعت العقوبات عنها أيضا يحتاج الموضوع إلى وقت نعم